دايماً في كل حلقاتنا بنختار أكتر مشاكل نفسية بتواجهنا وبتواجه حياتنا وحياة ولدنا وحياتنا الاجتماعية وحياتنا في الشغل كل المشاكل اللي ممكن بنتكلم فيها بتجينا مشاكل كتير قوي بس أكتر مشكلة بنحسها بنتكلم فيها موضوعنا النهاردة عن الحب بس مش إزاي نحب إزاي الحب العظيم ده بيجي عليه وقت وبيخلص بنسمع عن قصص حب أسطورية بنسمع عن اتنين مش حربوا أهلهم ولا حربوا ناسهم ولا صحابهم دول حربوا العالم عشان يبقوا مع بعض الحب اللي لا بيعرف سن ولا بيعرف ثقافة ولا بيعرف درجة تعليم ولا بيعرف مين أكبر من مين ولا مين جاي منين ولا ده من بلد إيه ولا الحب أول ما القلب بيدق ما بيعرفش حاجة خالص بيبقى لا شايف ولا سامع ولا أي حاجة بيدق لحبيبه قصص حب عظيمة كنا بنقعد نقول الله ما شاء الله إيه الحب ده قد كده بيحبوا بعض بنحزن وبتخد لما بشوف قصص الحب الأفلطونية دي بين أي اتنين بيحبوا بعض بتخلص كده عادي اللي هو إيه ده هم سابوا بعض يا حتى ما بقرأ الخبر هم سابوا بعض إزاي بعد كل الحب ده بعد كل التعب ده بعد كل المشاكل دي ده خلينا بقى نقعد النهاردة كده نسأل سؤال القرار اللي ممكن ستة تاخده بعد ما تكون حربت نفسها وحربت الدنيا كلها عشان تتجاوز الراجل اللي بتحبه قرار بعد ما تكون ممكن شافت معاملة سيئة جدا من حمتها شافت معاملة سيئة جدا منه بعد الجواز أي مشاكل بتحصل بتموت في سبيل إن أنا بحب الراجل ده ونفس الحكاية بنشوف راجل ممكن يحارب الدنيا يشتغل ليل ونهار يقطع نفسه عشان يبقى جدير بالست اللي عايز تجوزها حب سنين ومشاعر استحالة موت فجأة القرار بتاخد إن أنا مش قادر أكمل مع الست دي طيب بعد أسأل نفسي سؤال طب يا ترى يعني الحب ده راح فين وساعات الشيطان بقى يلعب بدمغنا طب هو أصلا كان حب ولا كان مصلحة طب مصلحة إيه ده حب ده مشاعر إمتى لما اليوم اللي كنت بقوله هسيبك فيه كان بيقعد يعيط ويدمع يقولي ما قدرش يسيبك أنا أموت ونفس الحكاية لما كان يقول لها لأ مشاكلنا كترة إحنا خلاص كده واضح إن إحنا مش قادرين نكمل كانت بتموت طب إزاي طرف من الطرفين يقرر إنه ينهي الحب ده بكلمة تخيلوا كلمة تعمر بيت وحياة وتجيب سعادة كلمة حب واحدة تخلي الواحد دينمو مطور مطور بيشتغل 24 ساعة وأنا بحب ومفصوطة وعايز أشتغل وعايز أكسر الدنيا عشان أنا بحب عشان عايشة بالحب والمشاعر الحلوة دي فقلنا طيب القرار الغريب ده اللي هو قرار الوفاء وفاة هذا الحب العظيم القرار ده بيجي منين؟ يعني هل القلب اللي حب الحب الكبير قوي ده يقدر هو اللي يقول خلاص؟ ولا القرار ده بيجي من العقل؟ العقل لما بشغله بدوس على زرار العقل امتى؟ لما بتدي يقول لا فيه علامة استفهام لا ده ما كانش كده تغير هو ازاي بيعملني كده؟ هو ازاي بيهين كرامتي قدام الناس كده؟ هو ازاي ممكن يمد إيده علي؟ هو ازاي؟ هو ازاي؟ هو ازاي؟ هو ازاي يقدر يخني بعد كل الحب العظيم ده؟ لما المشاكل كتير 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 وتبتدي يعني يبقى فيه استضام ما بين العقل والقلب لحظة الفراء بتيجي لما العقل هو اللي يقول كلمته مش القلب القلب ضعيف دايما القلب دايما عامل زي الطفل اللي بيروح ورا الكلمة الحلوة الطفل اللي لما تيجي تدي له لعبة يبقى منفسود جدا وفرحان بيها جدا ولما تكسر يعد يعيط هو ده القلب حتى ممكن يعد يعيط وينجرح حتى لو العلاقة صعبة حتى لو شايف اللي قدامه ده غلط وماقدرش أكمل القلب ما بيقدرش يقول الكلمة دي لكن العقل بيقولها ترجمة نانسي قنقر